أنا أقولها بوضوح أنا لست مع الثورات أنا أعتقد أن الثورات تؤدي إلى خراب تؤدي إلى تدمير تؤدي إلى مصائب في الشعوب هؤلاء الذين تكلموا عن الثورات وجعلوها فتنة ولا تجوز شرعا وغير ذلك من هذا اللعب لست مع الثورات إن لم تتوفر لكم الحقوق فجاهدوا وكافحوا وناضلوا وابذلوا الدم وكل الوسائل للوصول إلى حقوقكم لست مع الثورات هذه رسالة مني لعلماء السلاطين الذين يطالبون البشر بطاعة ولي الأمر ما في طاعة لولي الأمر أعتقد أن الثورات تؤدي إلى خراب تؤدي إلى تدمير تؤدي إلى مصائب قبل الثورات كان حال الناس أفضل كثيرة كانت هناك حالة من الاستقرار والأمن حتى لو كان ظاهري أنا سمعه عن بعض الدعاة والعلماء المصريين وغيرهم يسمونها جحيم حتى هذا لا يفقه فقه الثورات هناك علم اسمه علم الثورات وهناك كتاب اسمه Psychology of the Revolutions هذه الثورات حدثت أنا ما لي دور في صنعها ولا لي دور في دعمها ماليا ولا بسلاح ما لي أي دور في هذا لم أدخل في هذا إطلاقا أنا قاعد أتكلم مع أفيا دكتور وأتكلم مع مشاهدين قناتكم أنا أعرف أن هذه المقابلة أيضا سيشاهدها المخابرات المصرية وكلامي موجه لهم هي معركة عبر أصابع بيننا وبينكم وسنصمد أكثر وسينهار هذا الانقلاب لأن إنما النصر صبر ساعة ونحن جماعة صبر وأعرف أن سيسمعها مخابرات الخليج وأعرف أن سيسمعها مخابرات الخليج وأعرف أن سيسمعها مخابرات الخليج وقعد أوجه الكلام لهم لا تحطوا بيضكم كله في سلة واحدة مع الانقلاب لأن الانقلاب لن يستمر وسيسقط الانقلاب شئتم أم أبيتم فحطوا لكم خط رجع معنا حطولكم خط رجع معنا